الصبر هو الخطوة الأولى لإيجاد القلب السليم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر فصبر جميل والله المستعان إلى غير ذلك من الأدلة إذن كيف تعانوا على الصبر الخطوة الثانية لإيجاد القلب السليم الصلاة الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين طيب أين يكون الخشوع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إذن الصبر الصبر رقم واحد الصلاة رقم اثنين الصلاة علاج للقلوب المريضة يشفيها الله به وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الصلاة تغسل القلوب غسلا وتسلمها سلامة لا يسلمها أكثر منها إذن الصلاة عماد الدين وعماد سلامة القلوب قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الفحشاء والمنكر هما أكبر أسباب مرض القلب والصلاة تنهى عنهما وتقطع عنهما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأفضل ذكر الله ما جمع في الصلاة وأقم الصلاة لذكري المسألة الثالثة بعد الصبر والصلاة الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رسقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الدعاء 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 سبب لسلامة القلب واستقامته على الدين السبب الرابع الصدقة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الصدقة تطهر القلوب من أمراضها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون المسألة الخامسة القرآن القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك أن يبعثك ربك وأول ما يبعث منك ربك عند تلاوتك للقرآن قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك فيبعث القلب بعد مواته عند سماع تلاوة آيات القرآن أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بماذا بهذا الروح بهذا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إذن هذه الأمور الخمسة بإذن الله سبب لسلامة القلب صبر صلاة دعاء صدقة تلاوة اجعلها في حياتك اليومية اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا خير الخلف كلهم محمد صلى الله عليه وسلم